موسيقى السلام عليكم كنا نستنى المحكمة الإدارية تنصفنا اليوم ولكن ما أنصفتناش كنا مستعدين لكل الإحتمالات وعارفين أن ما يجي حتى شيء بالسهل في الوضع الراهن في البلاد وفي ظل تصلة السلطة التنفيذية على بقية السلطة وفي ظل التدمير الممنهج لإستقلالية القضاء في معركتنا القانونية المتواصلة من أسابيع عشنا كل أنواع التضييق والتعطيل ومحاولة الإقصاء شفنا السعي المحموم لهاية الانتخابات لتعقد الإجراءات وتزيد شروط مخالف القانون الانتخابي وتعقد موضوع البيانات والشكليات اللازمة في التزكيات ورغم كل هذا جوزنا كل هذه المعاوقات ولكن كان سعي محموم لتطيحنا وطيح ملفنا بحجاج واهية ومبررات خيالية شفنا قبلها التمسك الشديد لوزارة الداخلية بحجب البطاقة على الثلاثة شفنا تحريك الأبحاث قضايا وهمية واليوم هنا شفنا رفض الطعن متعنا شكلاً شكلاً يتوانسه شكلاً بعد الخوض المطول في الأصل وإصدار حكم تحذيري وتنفيذه وإطلاع القاضي على كل التزكيات المستكملة والمرفوضة والمقبولة وبعد التقارير والردود اللي بعثناها في الأصل وبعد ما بينا للقاضي كيفاش الهيئة حاولت تغالطها وتتهرب من تطبيق أجزام مهمة من الحكم التحذيري وتخبي معطيات مهمة بعد كل هذا يطيحوها شكلاً وطيحوه شكلاً بعد التمديد في جلسة المفاوضة وتأجيل إصدار الحكم ساعتين وشد عندكم التمديد تم بشكل غير قانوني بشكل يخلي القرار باطل لأن جلسة المرافعة انتهت يوم الجمعة إلى 10.16 أصباحاً والمحكمة مطالبة بإصدار قرارها في أجل ثلاث أيام معناها أجل أقصى اليوم إلى 10.16 أصباحاً وقد تم التمديد تم التمديد إلى 12.45 دقيقة معناها أن خرجنا من أجل 72 ساعة وفتنا 74 ساعة وهذا كل علاش؟ كي في الأخر يطيحوا العريضة شكلاً؟ هو الرفض الشكلاً يستحق الإجراءات هذه الكل والوقت هذا الكل؟ والله تمنيت يطلع حد في الجهات التي تعطل فينا ويتحمل مسئلته ودام تواصل كل ويقول لراناً تبقوا في تعليمات بمنعك من الترشح واربح راحتك واربح قدرك راك مستحيل تكون على ورقة الاقتراع نهار 6 أكتوبر بقرار سياسي جاي من فوق ولكن ما ثم حتى حد عنده جرأة والمصداقية كيف أفعلها؟ نعرف أوضاع بلادنا وحالة المؤسسات مليح 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 أكثر من أي جهة أخرى ونعرف ما معناها ضغوطات وتعليمات وخوف وهذاك علاش؟ شخصياً ترشحت باش نوضع حد لي هم الحالة الكارثية ورجع للمؤسسات قيمتها واستقلاليتها ورجع للمسؤولين في الدولة في مختلف المواقع قدرهم وقيمتهم ورجعهم للاحتكام لضميرهم ما كنتش غالت وقت لي حطيت أولى أولوياتي إصلاح المنظومة القضائية حتى ينتشر العدل لأن العدل هو أساس العمران كخطوة أولى في مسار طويل من الإصلاحات وإعادة البناء بناء دولة القانون المؤسسات والضمير على كل حال ماناش باش نسلم وماناش باش نتراجعوا وماش نواصلوا نظالنا السلمي ومعركتنا القانونية لآخر مطاف وقلنا قناعة أن إرادتنا باش ننتصروا على إرادة الناس الخايفة من المنافسة والناس العابسة على القانون الخطر إحنا على حقه ونستمد عزيمتنا من ألاف التوانسة إذا كونا وعشرات الألاف اللي يدعمونا ومئات الألاف اللي يستنوا في تغيير حقيقي وتداول سلمي على السلطة ويستنوا أيضا في نهاية الكابوس الجاثم على صدور التوانسة نحب هنا نطلب من كل أنصارنا أنهم ما يسخطوش في الفخ اللي حب تطيحنا فيه غرفة العمليات يحب يخلونا كل مرة نستنوا من رحلة جديدة ويضيعوا علينا أسابيع من التحذير للحملة الانتخابية والتواصل مع التوانسة نطلب منكم الكل أنكم تنخرطوا بكثافة في حملة بث الوعي والأمل اللي حولكم في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية نطلب منكم جميعا التكرم بتعمير الاستمارة استمارة التطوع اللي باش نشرها في فريقنا مساء اليوم على الصفحة الرسمية نحب في الختام نوجه رسالة للجهات اللي خايفة من التداول السلمي على الصفحة واللي خايفة من الصندوق وتحب تعطل الصندوق بكل الوسائل المتخلفة التغيير ره صالحكم ومش ضدكم التغيير الهادئ المسؤول باش يخليكم تخدموا مرتاحين في ذا المناخات من الشرعية من العقلانية من الانسجام مع الشعب متخافوش من رأة الشعب لأنها تحميكم كما أنتم تحموها متخافوش من حد جاي يبني ومش جاي يهدم متعطلوش إرادة الشعب وتخلوا عقلية الانتقام والتدمير والتقسيم والفشل تتواصل خمس سنين أخرى لقدر الله بصحكي نصحيح والسلام عليكم